موسيقى يبدو أن القمر تحول إلى أحد أسباب الصراع بين الولايات المتحدة والصين في ظل تنافس البلدين على استغلال موارده الطبيعية والتي باتت تشكل كنزا ثمينا مع تزايد الأنشطة الفضائية والبحوث العلمية لدول تسعى جاهدة لبسط نفوذها حتى في الفضاء فهل سيكون القمر مسرحا حقيقيا للصراع أم أنه سيغير مسار التعاون الدولي ويرسم خارطة جديدة للتحالفات في العقدين الماضيين كشفت البحوث النقابة عن صور مختلفة للقمر برزت فيها حفر عميقة تحمل اسم الحفر القمرية في قطبي القمر وتحتوي على رواسب جليدية ما يجعلها مصدرا مائيا غنيا ومصدرا للأكسجين والهيدروجين هتقود هذه الحفر إلى أنابي بحمام بركانية كبيرة يمكنها أن تكون بمثابة قواعد قمرية محمية بصورة طبيعية من الإشعاع الفضائي عن طريق صخور ضخمة طبيعة القمر وكنوزه جعلت من الشركات الصينية والأمريكية أبرز المتنافسين عليه تنافس بدأت ملامحه تلوح في الأفق في ظل السعي للحصول على موارد للمياه والمعادن بحسب تقارير أوردتها وكالة بلومبرغ الأمريكية عام 2022 استغلال موارد القمر سيتطلب إنشاء بنية تحتية باهضة الثمن وإقامة مستوطنات بشرية بتمويلات ضخمة قد لا تستطيع الدول أو الشركات الكبرى تأمينها دون الحصول على ضمانات بملكية استغلال موارد القمر فالبحوث الأخيرة كشفت عن امتزاج تربة القمر وسخوره بموارد ثمينة كالتيتانيوم والألومنيوم والهيليوم ثلاثة وهو نظير غير مشاعر للهيليوم كما يحتوي على معادن ثمينة معناصر أرضية نذيرة في السابق لم تكن هناك الكثير من الحفر القمرية العميقة المكتشفة كونها تشكلت قبل مليارات السنين وصخور تغطي معظمها لذا فأرضيات الحفر لا تصلها الشمس مطلقا وهي باردة بشكل لا يوصف ما يرفع من قيمتها العلمية ومع اكتشاف المزيد من الحفر والموارد بدأ سباق استغلال القمر يأخذ أشكالا مختلفة في ظل تخطيط وكالات الفضاء وشركات الخاصة الكبرى لإنشاء قواعدها والبدء بعمليات التعدين ففي العام 2020 قدمت وكالة ناسا مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستكشاف القمر في محاولة لتحجيم الصراعات المستقبلية وفي سبتمبر 2022 أصدرت ناسا قائمة بمواقع الهبوط والاستكشاف المحتملة في القمر لمهمات أرتميس في المستقبل وأرتميس هي اتفاقية بين أمريكا وحلفائها لاستكشاف القمر وتحديد المناطق الآمنة حول المعدات المثبتة على سطحه وتتيح الاتفاقية لشركات الدول المنضوية فيها باستخراج المواد بهدف الربح إلا أن هذه المواقع باتت أبرز هدف لأبحاث برنامج الفضاء الصيني باستكشاف القمر ورسم خطة إنشاء مستوطنات طويلة الأجل واستغلال موارده فمع قيام البلدين المتصارعين على الأرض برسم مواقعهما وأهدافهما المحتملة على القمر بات الصراع بين أمريكا والصين تحديداً أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى وهو ما دفع وكالة ناسا إلى إطلاق تحضير من الاستغلال الطائش لموارد القمر في المستقبل إلا أن الصين شككت بنية وكالة ناسا بشأن رسم مناطق الأمان وترى أن ذلك يمثل استعماراً أو احتلالاً أمريكياً للقمر وفي خضم كل ذلك تشكلت لجنة كوبوس الأممية في محاولة لتنظيم التنافس حول القمر وهي لجنة لتنظيم استخدام الفضاء الخارجي تابعة للأمم المتحدة ستتولى رسم القواعد المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية من الأجرام السماوية إلا أن التنافس الأمريكي الصيني حول استغلال موارد القمر لا يزال قائماً ويهدد بانفجار صلاعاً حقيقي يكون الفضاء مسرحاً حقيقياً لها موسيقى 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 موسيقى